الوضع هنا في استعداد استعداد كامل في هذه المدينة لإمكانية أن تنفذ القوات الروسية إنزال برمائي على صواحل أو على صواط البحر الأسود المطلة على المدينة من الجنوب وكذلك إمكانية أن تدخل القوات الروسية التي تقاتل الآن للدخول إلى ميكولاييف المقاطعة المجاورة لأوديسا هناك حرب ظارية تدور ولا تكاد تتوقف خسائر في الأرواح في هذه المدينة وفي البنية التحتية في ميكولاييف تحديدا التي تحاول القوات الروسية دخولها لاستعدادا لإقامة ربما قاعدة تنطلق منها الهجمات قاعدة لوجستية طبعا وتحصينات تنطلق منها الهجمات مباشرة على أوديسا سواء بالمدفعية أو بالسواريخ وراجمات السواريخ أيضا وكذلك من جهة البحر عن طريق القطع البحرية الروسية المنتشرة في محيط أو بالقرب من سواحل مقاطعة أوديسا هكذا هو الوضع هنا باعتبار أن هناك جزء من القوات الروسية الآن تدك مدينة ميكولاييف والجزء الثاني من القوات انتشر أو واصل طريقه شمال مدينة ميكولاييف متوجها بتحديدا نحو محطة جنوب أوكرانيا النووية ووحدة أخرى متوجهة غربا إلى الحدود المولدافية إلى الشريط الحدودي الذي يسيطر عليه انفصاليون موالون لروسيا أيضا في دولة مولدافا مولدافا وبالتالي تكون بذلك أوديسا قد وقعت في طوق عسكري من البحر ومن البر من جميع الاتجاهات هكذا هو سير التحركات الروسية هنا وإلى الجنوب أيضا في الجنوب دائما حيث خيرسون التي وقعت بالفعل كانت أول مدينة تسقط في أيدي القوات الروسية ثم بعد ذلك زاباروجيا بمحطتها النووية زاباروجيا المطلة على بحر أزوف هذه المقاطعة وكذلك ماريو بول إلى جنبها ماريو بول تابعة لإقليم دونياتسك في دونباس التي عانت مثل خاركيف من أقصى أنواع القصف الذي ما زال مستمرا وعطل عمليات الإجلاء للعديد من المرات كذلك المدينة